لماذا سمي أبو لهب بهذا الاسم في القرآن الكريم ولم يسمى باسمه أولا لأن القرآن الكريم ما كان ليذكر اسم عبد لغير الله والاسم الحقيقي لأبي لهب كان عبد العزة ثانيا لأنه اشتهر بكنيته بين الناس أكثر مما اشتهر باسمه وثالثا وهو أكثر ما أعجبني من تفسير الإمام القرطبي أن الكنيا أقل شرفا من الاسم أبو لهب كان شديد الجمال ووجهه كان شديد البريق والوسامة حتى أطلقوا عليه في الجاهلية هذا الاسم لأن وجهه كان شديد الحمرى كان جميل الوجه وإن غضب صار وجهه من شدة حمراره مثل اللهب وأصبحت كنيته أبو لهب مع أن اسمه كان عبد العزة وقد خاطب الله الأنبياء بأسمائهم مجرد إمعانا في تشريفهم وذكر أبا لهب بكنيته لأنها أقل شرفا كان هذا الرجل غاية في الجمال والوسامة واشتهر بهما بين قومه فلم يغني عنه من الله شيئا كان لأبي لهب ثلاثة أبناء عتبة متعب وعتيبة أسلم الأولان يوم فتح مكة وأما عتيبة فلم يسلم وكانت أم كلثوم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عنده وأختها رقية عند أخيه عتبة فلما نزلت سورة المسد في حق أبي لهب قال أبوهما رأسي من رأسكما حرام أي لا أراكما ولا أكلمكما إن لم تطلقا ابنتي محمد فطلقهما ولما أراد الشقي عتيبة الخروج إلى الشام مع أبيه قال لآتينا محمد فلا أوذيناه في نفسه ودينه فآتاه فقال يا محمد إني كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى ثم بصق أمامه وطلق ابنته أم كلثوم فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فافترسه الأسد وهلك أبو لهب بعد وقعة بدر بسبع ليال بمرض معد يسمى العدسة وبقي ثلاثة أيام لا يقربه أحد حتى أنت فلما خاف قومه العار حفروا له حفرة ودفعوه إليها بأخشاب طويلة غليظة حتى وقعا فيها ثم قذفوا عليه الحجارة حتى واروه فيها ولم يحمله أحد خشية العدوى فهلك كما أخبر عنه القرآن الكريم ومات شرميتا أما زوجته فهي أم جميل وهي عوراء والأولى أن تسمى أم قبيح فهي ذكرت في سورة المسد بحمالة الحطب فقد كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك فتنثرها بالليل في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لإيدائه فقد كانت خبيثة مثل زوجها وكانت تمشي بالنميمة بين الناس وتوقد نار البغضاء بينهم والعداوى ويحكى أن كان لها قلادة فاخرة من جوهر فقالت ولات والعزة لأنفقها في عداوة محمد فأعقبها الله حبلا في عنقها من مسدي جهنم ومن عجائب القصص والأخبار أن امرأة أبي لهب لما سمعت ما أنزل الله في حق زوجها وفيها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد الحرام ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر أي قطعة حادة من الحجر تشبه السكين فلما دنت من الرسول أعمى الله بصرها عنه فلم ترى إلا أبا بكر فقالت يا أبا بكر بلغني أن صاحبك يهجوني أنا وزوجي فوالله لئن وجدته لأضربن بهذا الحجر وجهه ثم أنشدت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا أي أبغضنا ثم صرفت فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك قال ما رأتني لقد أعمى الله بصرها عمني وكان المشركون يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون مذمما بدلا قولهم محمدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف صرف الله عني أذاهم إنهم يسبون ويهجون مذمما وأنا محمدا وصلنا لنهاية الحديث وأتمنى أني وفقت باختيار موضوع الحلقة بشكل مختصر لا تنسوا الضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء اشتركوا في القناة